مصرية شمال إفريقية اتكررت كتير جدا على مستوى الأندية وكان الحمد لله طبعا الغلبة فيها للنادي الأهلي فيه والأندي المصرية عموما فيه لا هو الأهلي الحقيقة بشكل واضح وصريح في السنوات الأخيرة بكلم على أندية مغربية بكلم على أندية تونسية وبالتالي المقابلة مش جديدة على لعبتها نمرة اتنين انه جزء كبير من قوام المنتخب التونسي محترف بالفعل في أندية مصرية طبعا عندها نجم النادي الأهلي علي معلول عندنا كمان سف الدين الجزيري فقر الدين بن يوسف فرجاني ساسي كان بلعف في مصر للفترة طويلة حمزة المسلوسي كلها لعبة لعبة قدام لعبتنا وممكن تقول أنه لعبتنا خفزاهم بشكل كبير وبالمثل كمان في تونس المنتخب المصري بالنسبة لهم كتاب مفتوح فالمقابلة بكرة والمواجهة بكرة مختلفة ممكن تبقى المفاجأة فين الله أعلم في التشكيل في الطريقة ده اللي احنا هنحاول نعرفه طبعا من ضيفنا ونجمينا النهاردة في السادسة كابتن قسامة عرابي مساخير كابتن قسامة مباراة صعبة بكرة من وجهة نظرك ولا مباراة في الإمكان والمتناول بالنسبة للمنتخب المصري طبعا هي صعبة على الاتنين طالما أصلك وصلت للمراحل اللي هي دور قبل نهاي طبعا احنا بمبرك للمنتخب المصري وصوله للنقطة ديته وان شاء الله يكمل حتى لو هتلعب مع منتخب أقل من المنتخب التونسي هتبقى المباراة صعبة احنا شوفنا ماتش الأردن مع احترام الكامل فريق الأردن فريق جيد وعنده لعبة مميزين وطعبونا جدا بالذات الشوت الأولاني وجزء من الشوت الثاني شفت المقابلة كانت زي طالما خروج مغلوب فانت دلوقتي هتلعب مع المنتخب التونسي اللي هو متشابه معك في حاجات كتيرة جدا أولا تاريخ كبير بين الفرقتين في البطولات زي ما انت قلت في المقدمة تقريبا اللعبة دي بتلعب بعض على طول في الترجي والأهل والزمالك والنجم السحلي الترجي والنجم السحلي وفرقة التونسية بس أنا بقولي الترجي أكتر والنجم السحلي في الفترة الأخيرة لعبة الأهل والزمالك قبلوهم كتير جدا في البطولات انت لما تشوف شكل المنتخب تحس انه قريب قوي انه انت بتلعب فرقة الترجي أو النجم السحلي معهم المختلفين في الدوري المصري وطبعا مع المحتلفين في الدوري المصري كان برضو بلعب فيهم بعضهم كان بلعب برضو في الترجي أو في الصفاقسي أو النجم السحلي أو الصفاقسي يعني عندك فخر الدين بن يوسف زي ما انت قلت عندك فرجاني سياسي عندك معلول بس معلول انا اتوقع انه مش هيلعب مني الجزيري فانت دولار اربعة مبدئيا غير بقى بقيت الاسامي كلها انت وجهتها كتير جدا فاحنا متشابهين في حاجات كتير قوي الغيابات في الدولية اللي قصد المحترفين تقريبا متشابه يعني هم عنهم ويمكن المصريين اكتر كمان لا مش كتير ايه مش كتير لا مش اكتر كتير انت عندك طبعا محمد صلاح عندك ستة اساسيين غيبين صلاح والنني والتريزيجي ومرموش ومصطفى محمد اللي كانوا موجودين يعني مع منتخب مصري بشكل مستمر اه بس دولار كلهم مش يلعبوا كلهم مرة واحدة يعني انت ما تيجي تقول مرموش وتريزيجي ما ممكن واحد فيهم يلعب واحد يقعد تمام نفس الشيء هم نفس الشيء هم هم عندهم وهاب الخزري عندهم عيسى اللي هو بيعب في نص مهاب عيسى العيدوني عندهم عندهم الياس سخيري باين برضو من اللعباء المحترفة كانت موجودة مع المنتخب التونسي دي لامبرون اللي هو المساك عندهم واجد كيشريدة البكرايت بس طبعا دراجر عمل مسابقة هيلة جدا من افضل البكاترايت اللي في البطولة ومتعب جدا بكرا في المنتخب المصري يعني فعندهم برضو اربعة خمسة زي ما احنا تقريبا عندنا اربعة خمسة يعني المنتخبين قريبين في حاجات كتيرة جدا من بعض فالمباراة هتبقى صعبة هنا المدير الفني يعني اذا كانت على مستوى القماشة أو اللعيبة الدنيا 50-50 على مستوى الغيابات المؤسرة من ناحية لعبين محترفين في اروبا برضو نفس الحكاية الفرقتين متأثارين بنفس الدرجة هنا يكون الرهان على المدير الفني والطريقة والتشكيل الأمثل ولا في عوامل تانية في عوامل كتيرة اول حاجة بالنسبة لمصر الجماهير يعني مش اقولك العامل رقم واحد العامل رقم واحد وعشرة في البطولة دي بزء كبير جدا من الروح اللعيبة بتأدي بيها رغم التعب في أوقات من التشجيع الجنوني للجماهير المصرية اللي هي تقريبا مالية الاستاد في معظم الماتشات يعني نسبة جماهيرنا أعلى من كل الجماهير الأخرى فدي ما تشوفها في الشوت التاني في مباراة الجزائر العيبة بتقاتل قتال أنا مش عايزة أقول كلمة قتال يعني في الكرة لكنها كفاح غير طبيعي ولذلك هتلاقي كذا واحد فيه أجهد في ماتش الأردن وفي بعض الناس جالك إصابات وبعض الناس جالك تقلصات عضلية من كتر كميات الجري اللي حصلت من التشجيع الجنوني للجمهور إنه يخلي الفرقة ترجع فده جزء للمتخب المتحدة يصنع الفارق طبعا الشناوي الشناوي فعلا هو الجن الأفضل في إفريقيا وأفضل واحد عكس مع احترام الكامل المتخب التونسي شوية طبعا فاروق مصطفى حارس ممتاز ومعزة حسن حارس ممتاز ولكن عندهم أخطاء سهلة ساعات بتخش شفناها في أسداء البطولة دي عاملة برضو هزة شوية يعني أحيانا بيجدوا جدا وأحيانا بيقعوا في فوات سهلة فدي نقطة غريبة أنك ابتدت الفوارق بالجمهور وبحرص المرمى وما حطيتش مستر كارلوس كيروس في مقدمة اختياراتك لا مستر كارلوس كيروس أكيد ليه دور برضو زي منزل الكبير هناك ليه دور الكبير لكن أنا بقولك على نوات قوة مؤسرة في البطولة دي مع المنتخب المصر نوات قوة مؤسرة وواضحة يعني طبعا مستر كارلوس كيروس أكيد خبراته كبيرة جدا عنده إيجابيات أضافها للمنتخب كتيرة وأيضا في بعض السلبيات وأنا أعتقد أنه بعد رجوعهم البطولة دي هيستفد من الحاجات اللي الناس بتقولها في الستوديات التحليلية يعني رغم أنه فيه ناس بتاخدها أنه الناس بتهاجم أو تنتقد بعض الناس لكن فيه حاجات هو نفسه عدل فيها في البطولة دي يعني مثلا قبل ما أدخل في التفاصيل أخذ العنوين فيه ناس كتير جدا شايفة أنه البطولة وهمية أو خادعة أو لا يجب تقييم مستوى منتخب مصر مع مستر كارلوس كيروس على أساس بطولة كاس العرب وفيه ناس شايفة أنه بصمات واستفادة منتخب مصر من كارلوس كيروس في بطولة كاس العرب مهمة جدا وحاسمة جدا وفريقة جدا في بطولة أمم أفريقيا لو تلعبت وغالبا هي تتأجل يعني ومن بعدها طبعا المرحلة الأهم تصفيات كاس العالم أنت شايف إيه أو مع أي وجهة نظر من الاتنين دون مع وجهة النظر أنه إحنا سعاد بنروح للجانب اللي هو الحلو قوي بدرجة حد قوي وسعاد بنروح للجانب الوحش أو السلبي بدرجة حد قوي مبلغة يعني هي لا كده ولا كده يعني فيه مبلغة أحيانا في شكل الأداء أو اللعبة المختارة أو البتاع لما بنكسب والعكس تماما لو المنتخب المصر خسر أو لعب شوت وحش أو كده هي لا كده ولا كده أكيد فيها أكيد مستر كارلوس استفاد من البطولة ديت في حاجات كتيرة رغم أنها مش هتبقى بقوة البطولة الإفريقية لأسباب كتيرة أولا معظم المحترفين في كل المنتخبات هتكون موجودة سواء للمنتخب المصري سواء للجزائري سواء للمغربي سواء للتونسي طبعا المنتخبات الأخرى زي مالي ونيجيريا وكلام ده برضو أعلى مع احترام الكامل للمستوى اللي احنا شايفينه من فرق الخليج باستثناء قطر اللي تقدر تقول يعني رايحها بكامل تشكيلها المستويات الثانية أدوا أداء كويس ولكن مش بنفس قوة المنتخبات الإفريقية الشمال الإفريقية لما تكمل أو الإفريقية حتى الصمرة مش الشمال بس الإفريقي المنتخب اللي كان هيبقى متعب جدا لو كان رايح بكامل قوات المنتخب السعودي لكن هو رايح فضل أن يروح بمنتخب الإفريقية أو الشباب لكن في ناس قدمت مستويات كويسة يعني عمان ظهر بشكل كوي وعنده لعيبة كويسة الأردن ظهر بشكل كويس الإمارات في بعض الأشواء والمغرب طبعا لا والمغرب الشمال الإفريقي ما احنا تكلمنا الشمال الإفريقي يعني اللي كان متوقع قبل البطولة في التقييم أنه مين اللي هيوصل هم لوصلوا قطر ومعها التلاتة من شمال إفريقيا والمغرب لو لأنه قابل الجزائر كان مرشح ليكون في المرمع الداري كان يبقى مرشح يعني ما كان لازم واحدة للخط خلينا نبني على اللي حاجة شايفه مكاسب بطولة والسلبيات وانها لايط على السلبيات برضو لأنها كتيرا واضحة بالنسبة للجمهور العادي قبل ما نروح للخبراء والمقاللين بس تسمح لي هروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلام شكرا